على شكل آبار مفتوحة وبعمق أمتار حفر تنظيم داعش مقبرة جماعية لدفن ضحايا جرائمه في هذا المكان الواقع في ناحية العباسي بقضاء الحويجة التي خضعت لسيطرة التنظيم عثرت السلطات العراقية على رفات العشرات الذين أرادت تنظيم مسح أثرهم من الوجود لا يكاد بيت في المنطقة يخلو من فقيد لذا وبعد مطالبات حديثة من السكان بدأت السلطات بالتنقيب عن أي آثار قد تقودهم إلى أدلة ترشدهم إلى أماكن المفقودين تم العثور على مقابر جماعية لأفراد ومواطنين عراقيين أبرياء وقفوا ضد هذا التنظيم البشئ وتم اعتقالهم وتصفياتهم في هذه الآبار وكان تقرير للأمم المتحدة كشف نوفمبر الماضي عن أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة داعش ودعت الأمم المتحدة سلطات العراقية حينها إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين إيلين يوسف العربية